في وقت لا تزال جبهة جنوب لبنان مشتعلة مع توسع رقعة العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله قررت الحكومة صرف مساعدة مالية بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار عن كل قاتيل لورثته القرار الحكومي أحدث انقساما لدى اللبنانيين حول الأحقية في هذه التعويضات لسيما أن حزب الله اتخذ قرار الحرب من دون رجوع إلى الحكومة أو مجلس النواب فضلا عن عجز الدولة في بعض الأحيان عن توفير رواتب موظفيها بشكل منتظم كما تساءل البعض حول مكان وتاريخ سقوط هؤلاء القتلى في الجنوب اللبناني أم في سوريا النائب عن حزب القوات اللبنانية غادة أيوب كانت قد تقدمت بسؤال إلى رئيس الحكومة نجيب مقاطي عبر رئاسة مجلس النواب حول مشروعية دفع هذه المساعدات وأوضحت في تصريحات للحدث أن الحكومة قررت التعويض عن قتلى حزب الله من احتياطي الموازنة والذي أعلن الحرب بقرار إيراني بحسب تعبيرها من جهة ثانية أكد مصدر حكومي للحدث أن قرار الحكومة بالتعويض عن قتلى حزب الله اتخذ بإجماع مجلس الوزراء وبطلب من مجلس الجنوب والمحسوب على حزب الله إلى ذلك وبالإضافة إلى التعويضات يدرس مجلس النواب اقتراح قانونا بإعفاء أبناء الجنوب من دفع رسوم وضرائب بسبب الحرب وهو ما اعتبرته النائب أيوب رشوة من حزب الله على حساب الدولة لبيئته الممتعدة من استمرار الحرب وحجم الدمار والخسائر بالأرواح بحسب تعبير النائب اللبنانية